مرحبا بكم معي أخوتي ونبدأ بالفيديو باللقاطات نبدأ بشعارنا الخالد الله الوطن الملك أحسن كلمة نبدأ بها الفيديو ديرنا ويما أخوتي اليوم أنظروا هذه الحقيقة هذه المسواجدة بمدينة من المدن المغربية والتي ستعرف عليها في الفيديو دائما الجديد وكتمنى الجديد لي أن نريدكم ويلقى الإعجاب لكم ولا تنسونا شيء من دعم ديركم أهلا لكم أخوتي أخوتي أصبحتو لبساليكم الصحة مزينا كنتمنى الفيديو دير يومه لنريدكم ونقى الإعجاب ديركم ولا تنسونا شيء أخوتي من دعم والتعجيع فضلا منكم وليس آمرا مرحبا بكم معي أخوتي مرة أخرى فيديو جديد جولة جديدة ودائما الجديد كتمنى الجديد ديري كون خفيف ضريف على قلوب ديركم أنا أخوتي مرحبا بكم معي مرة أخرى في مناطق الخضراء في مدينة العيون المغربية ونخليكم في هذه الجولة اللي كنتمنى لكم الخفيفة وضريفة على قلوب ديركم وكنتمنى الخسيار دير اليوم إروق الأدهان ديركم وشكرا لكم ورازم أخرى خليكم مع الفيديو مرحبا بكم معي أخوتي بهذه الوريدة في الغوص والخضار كالرحب بكم أهلا وسهلا ومرحبا بكم ماء مدينة العيون المغربية مرحبا بكم معي في مناطق الصحراوية وديم مغرب وعاش المغرب حوضا مستقلا نفتتح أو نبدأ جولتنا لهذا اليوم من هذا المكان وبهذا المكان أرحب بكم حديقة أمولي راشيد كما تلاحظون معي سوف نقوم بزيارتها زيارة خفيفة وضريفة كنتمنى أيضا تستمسوا معي دائما لاستمتاع هدفنا والتعريف في المناطق المغربية المغربية والمغرب عامة سواء المجال الحضري أو القاروي كنتمنى جولة اليوم تكون تعريفية بهذا المكان هذا اللي كانت وجد به اللي هو عبارة عن حديقة عمومية مكان يقصده سكان سواء الذين ينتمون إلى هذه المدينة أو الذين يأتون من مكان آخر يعني الزوار أو السياح صراحة حديقة جميلة بأشجارها وأزهارها دائما تكامل بين الألوان لنحصل على باقة ظهور جميع هذه هي جوانب بالنسبة لهذه الحديقة كما تلاحظون معي دائما نجد أماكن خاصة بالجلوس كما تلاحظون وهنا على شكل أصقف أو مضلات لكي تحجب الشمس أو تقلل من أشياء الشمس بالنسبة للأشخاص الذين يزورون هذا المكان صراحة مكان جميل نظيف مكان ساحر ومكان مريح هنا الحمولة القصوى خمسة أشخاص يعني بهذه القنطرة هذه الحمولة لا تتجاوز يعني خمسة أشخاص يعني بالنسبة للأشخاص اللي يمروا فوق هذه القنطرة خمسة أشخاص فقط لا يجب أن يتعدى لعدد خمسة أشخاص هنا لاحظوا معي هذا المكان أو لهذه السهريج الخاصة بالماء كلاب تسبح يعني وحد الأماكن اللي هي جميلة ما شاء الله دائما المياه تزين المكان الذي تتواجد فيه وجعلنا من الماء كل شيء حي أشجار النخيل ما دمنا أننا بالمناطق الصحرابية أو ما دمنا نتواجد في جنوب المغرب نعرف أن المدن الجنوبية تعرف بشجر النخيل وتعرف أيضا بإنتاج النخيل فهي يعني مناطق فلاحية مناطق سياحية مناطق أيضا اقتصادية كل منطقة لها مؤهلتها الخاصة ولها فرشتها وتربتها الخاصة هنا لحظة معي الساحة المجهزة يعني الساحة المجهزة بكاميرات المراقبة يعني المكان اللي كانت توجد فيه توجد به كاميرات المراقبة من أجل يعني الحرص على سلامة الزوار أيضا يعني الزوار سواء من السرقة أو غير ذلك أيضا يعني واحد المكان أنه هو هذا وجميل يجب على كل من يزور الأماكن الخضراء أو للشوارع أو لأي مكان نزوره أن نحافظ عليه ونصهر على نظافاته فهذه مهمة الفرد قبل أن تكون مهمة سواء يعني عمل النظافة أو العمل أو غير ذلك فالفرد بدوره مسؤول ويتحمل مسؤولية النظافة المكان الذي يتواجد فيه يعني سهل أنك ذا كل شي حاجة وكي نريبوفير كما قد لاحظوا معها ومنتشرة في الأماكن دون نحط فيها نفايات أديانا فهذا واجبنا نحو الطبيعة ونحو المدينة أو المكان الذي نتعايش فيه على العموم أختي دائما المدن المغربية وفي المدن المغربي بالنسبة للحدائق نجد مقاعد كما سلاحظون من أجل الجلوس نجد أماكن مخصصة للاعب الأطفال نجد أماكن أيضا مخصصة لممارسة الرياضات ومخصرة أنواعها غير أن الرياضة المفضلة لدى الجميع هي ممارسة كرة القدام لما تحسى فيه من شابية ومن أهمية لدى الشباب سواء الصغير أو الكريم لاحظوا معي هذا الحوض المائي كما تلاحظون في الصورة مشكل من مربعات ومن دوائر هنا تزين يعني واحد المكان مزين بالنباتات يعني والأشجار وأيضا ظهور كما تلاحظون إخواني في الحديقة فهي تكون معروفة ومبيزة لدى سكان المنطقة هنا هذه الأحفاد كما تلاحظون هذه نافورة كما تلاحظون معي أيضا هنا مكان مخصص للجلوس وهنا مكان مخصص يعني للاعب الأطفال أو لعب الشباب بصفة آم وللعموم إخواني أخواتي هنا خارج هذه الحديقة كما تلاحظون معي قنطرة وتحت القنطرة نجيد ود وأيضا أراضي الشاسعة ونعرف أن نوع التربة بالنسبة للأراضي الجنوبية فهي تربة رامنية ومكان أيضا مناسب للتنزه وللقضاء وقت ممتع يعني صراحة واحد المكان اللي هو الجميل وبنسبة يعني الأشخاص إن أمكانا من زيارة أماكن مثل هذه فلا يجب أن يضيع هذه الفرصة ودائما أقول يعني الهدف من القناة والتعريف في المناطق المغربية يعني المغرب من شماله إلى جنوبه ومن شرقه إلى غربه وأتمنى أن تستمتعوا مع فيديوهاتي وأن تستفيدوا لأن الهدف هو الإفادة والاستفادة ودائما نشكر الأشخاص الذين يرافقوننا في فيديوهاتنا ونقول لهم شكرا لكم مرة أخرى على دعمكم وعلى تشجيعاتكم وأتمنى محتوى أن يعرقى غريضكم وينال إعجابكم فبتعليقاتكم وإعجاباتكم طبيعة الحال سوف نستطيع التقديم أكثر وللشهاده أكثر فأكثر مكان جميل كما تلاحظون وأحاول أن أقرب لكم الصورة لتستمتعوا أكثر فأكثر بجمالية هذا المكان منظر طبيعي رائع سحر الطبيعة وجمالية المكان ورونق الحياة ينطلق من هذا المكان الذي نتواجد به شوارع نقية ونظيفة جمالية خاصات جميلة أو نفرات جميلة أيضا ابتكارات وإبداعات سواء المهندسين أو الجماءات أو العملات والأقالم من هنا تظهر ويظهر جمالية المغرب وتظهر أيضا رونق وإبداع المغاربة الله الوطن الملك صورة عبيرية لحدث تاريخي حدث المسيرة الخضراء الذي بفضله تم استرجاع الأراضي الصحراوية طبيعة الحال لا ننسى ترحمنا على الأشخاص الذين صحروا وناضلوا من أجل استرجاع الأراضي المغربية والذين ضحوا بالغالي والنفيس من أجل استرجاع أراضينا الغالية والعزيزة على قلوبنا بطبيعة الحال الصحراء للمغرب والمغرب للصحراء ما دمنا أحياء وما دمنا نتواجد على هذه القرى الأرضية هنا إخواني أخوتي جولة خفيفة خارج شوارع مدينة العيون دائما مدينة العيون تتميز بجمالها وبجماليتها دائما بنايات مختلفة شوارع نظيفة أزقة صراحة جميلة ومعبرة كل ركن من هذه المدينة كل ركن من ركن هذه المدينة فهو يعبر ويبين نضالات المغربة يبين تشبث المغرب بأرضه وتشبث المغرب بأراضيهم يبين تشبث الأراضي بوطنها من هنا إخواني أخواتي نلقي التحية على المغربة مغاربة العالم أينما حلوا ورد حلوا وقولوا لهم شكرا لكم على دعمكم وعلى حبكم لوطنكم فالمغرب مغربكم طبيعة الحال مهما تغربتم وصفرتم فلا بد من العودة إلى أرضكم وإلى وطنكم وطنكم المغرب يرحب بكم وأيضا يعتزوا بمواطنيه من هنا إخواني أخواتي أتمم جولة بين هذه الأزقة وبين هذه الأسوار من هذا المكان أرقي التحية عليكم وقولوا لكم حياة سعيدة وعمر مليد لكل طبيعة الحياة البداية النهاية وهنا وصلنا إلى نهاية الفيديو وأتمنى جولة هذا اليوم أن تكون خفيفة الضل على قلوبكم أن تكون جولة لكي لا أطيل عنكم أنهي فيديو اليوم وأودعكم في أمان الله وحفظه إلى اللقاء شعارنا الخارج الله الوطن الملك باي باي عليكم شكرا